يعني مسلسل الولاد بديع حقق حالي نحن من زمان كتير ما أنا شايفين مسلسل سوري محقق هاي الحال من التفاعل العربي والسوري بالشارع وقت ما كنت حاسس حالي إني أنا مصر بده تكون قوي فعلا بدك تكون مشبع ومتمكن ومشبع وخبرتك كتير قوية نقلم نجوم الشباب في الدراما السورية وفي المشاركات السينمائية رغم أنه وهي قليلة بالعدد ولكن مهمة جدا بالنوعية فنان من بداياته لمع اسمه وصار اسمه حتى أكبر من المرحلة العمرية اللي كان فيها هذا الشيء أكيد كان مسؤولية إضافية عليه واضح جدا من خياراته الفنية في السنوات الماضية إنه شخص لا تعني عدد المشاهد ولا تعني البطولات يعني الدور والتأثير وهذا كان يعني كلام صرح فيه بأكثر من مناسبة بعض نجاحاته بالسنوات الماضية وبعض الأدوار المهمية اللي قدمها وفي الموسم الرمضاني الماضي شاهدنا في مسلسل ولاد بديعة ورحب بضيفي في المختار اليوم النجم سامر اسماعيل أهلا وسهلا فيك شرفتني سامر تسلم لي يا باسل مرحبا إلك ولك اللي اللي عم يشتغلوا معنا ولي اللي عم يسمعونا وشكرا على هالمقدمة الحقيقة خليني بلش من الفانز من المحبين محبي سامر اسماعيل كتار وهيك عملونا مثل حالة أنه أرجوكم خلي سامر يكون ضيفكم قديش قديت تشعر أنه متابعة الناس لتفاصيل اللي بتقدمها بالشخصيات على السوشال ميديا للتعليقات اللي بيقدمو لك ياها هي فعلا تؤخذ بالمعنى الحقيقي كمسؤولية هلا بداية طبعا بدي أشكر كل الناس أنا وكل المحبين يعني للأمانة أنا شوية مؤثر بالتواصل وبالرد يعني الحمد للرب العالمين بيوصلني كتير رسائل وآراء وهيك وكلها يعني مو كلها بالضرورة يعني بس إنه اللي بيصننا كتير كتير منيح فأنا بس بدي هيك انتهز الفرصة تشكر كل الناس اللي كانت عم تبعت رسائل حلوة وتعليقات ومباركات وحتى للزملاء الفنانين ولا كل الناس اللي ذكرتنا هيك بأي شي يعني بدي ألهم شكرا كتير كتير هذا كيد بيحملني مسؤولية كتير أكبار لأنه دائما نكون عم نحاول قدر الإمكان أنه يعني نشتغل شي بيرضي ضميرنا ويكون كمان بنفس الوقت هيك شي منيح ومفيد للناس وممتع وجديد وغير مكرر وأكيد يعني هيك يعني بننبسط كتير في يون وبنفس الوقت متل ما اللي تنتهي حياتها المسؤولية بدايأك شي أحيانا في شاء الله تقلتلي يعني مو كلها شو اللي ممكن يزعجك بتعليقات برسائل هلأ إزعاج للأمانة ما في أي إزعاج بالعكس يعني معظمهم عم يكونوا يعني شي بيفرح القلب والانتقادات اللي كانت فنية هي ما بتزعجك بقدر ما هي المفروض أن تكون هي يعني حافز لأنه إذا كان في شي يعني هيك تصويب على خطأ لا يكون لا تصحيحه أو لا تعديل شي نحن ممكن نكون غفلانين عنه مثلا بسير عمل معين بهاي الأشياء يعني بهالتفاصيل فيه تعليقات سلبية بتزعجك بتخليك تعمل بلوكات نادرا والله الأمانة إنت بتقول هون بعد هذا الخط الجمهور ما فيني خليه يقرب أكتر يعني شيء لعلاقة بالعالم مثلا شيء لعلاقة مثلا بالدين مثلا ما بتعود تحكي ناس على شيء مباشر يعني هيك أو مثلا يعني شيء ممكن يكون فيه تعصب تعصب مية بالمية تعصب مية بالمية أو شيء هيك يعني يكون مثلا تعصب مثل مالتان مية بالمية إذا بنا نحيا عن الجمهور بمفهومه الواسع يعني هو حديث كبير وطويل ولكن دايما الفنان بأي مجال بيشتغل سامر بيركز على كلمة الجمهور وأنه كل ما يقدمه يقدم لهذا الجمهور هل نستطيع القول فينا نقول أنه نحن جمهورنا عنده درجة كافية من الوعي بتخليه ميز بين الجيد وبين الردي بتخليه ميز بين الرسالة اللي بدنا نوصلها وبين ما هو ممكن يكون بس استعراض أو شيء للأمانة تجربتي أنا يعني المتواضعة لهلأ كمان يعني ما عندنا هالتاريخ للواحد يقول ياخد أو يعطي رأي دقيق بموضوع الجمهور بس اللي أنا عشته واختبرته بهذا الموضوع بالتحديد أنا لاحظت له أنه الجمهور متل ما تفضلت حضرتك أنه هو شريحة كتير واسعة من الناس يعني أنت ما فيك تختصر الجمهور بنوع محدد من الجمهور بس الأكيد بالوقت الحالي أنه الجمهور الشريحة الكبيرة منه صار بيعرف يميز يعني ما بعرف قبل إذا ما كان يعرف ولا لا أنه كانوا كنا نسمع مثلا أنه الجمهور يعني على هالدرجة من الوعي أو هالدرجة من الزائقة الفنية أو شيء بس اللي لاحظته أنا واللي لمسته أنه لا الجمهور كتير بيعرف يميز الأشياء المليحة والجيدة عم تاخد حقها الناس عم تحبها وتحترمها بدون ما يكون مية بالمية هنن عرفانين ليش مثلا أو مقدركين ليش يعني عم نحكي نحن على الناس البسطاء مثلا اللي بتبين يعني بتبين الحالي يعني الناس اللي عم تزعبر عليهم مثلا الصناعة اللي بيشتغلوا بطريقة الزعبرة أو بطريقة مثلا اللي بيعملوا أشياء على أساس أنه هي يا لطيف وهيك يعني وهي بالحقيقة نحن بنعرف كصناعة وانه هي زعبر أو هيك الناس بتعرف الناس بتعرف وبينلفزوا هنه تلقائيا هيك مع التقادم بتلاقي انه طلعوا بره المعادلة تماما بعن تصفق لهم مكان يعني والجدي والمحترم عقول الناس واللي عم يقدم الشي اللي يعني فيه حد أدنى من الأمانة الناس عم تشلوا إيمة وعم تخليه وعم يحبوا وعم يعطوا المشاعر المطلوبة وعم يكون في هذا التفاعل الحلو بين الجمهور والفنان اللي محترم الناس كون الجمهور صار عنده خيارات أوسع من قبل بكتير وصار يقدر يتابع دراما حتى العالمية والأفلام للسينما وكله صار متاح بين إيديه يعني هذا الشي خلاه يغير حتى نظرته للعمل المحلي للعمل العربي أو السوري صار يتعاطى معه بطريقة تانية إما يطلب منه يكون بمواصفات أعلى أو حتى يتكلم على مواضيع أوسع أكيد أكيد مية بالمية طبعا يعني هلأ نحنا بهذا الوقت بعصر السوشال ميديا وسهولة الوصول للمعلومات والإنترنت وكل هاي الأشياء أكيد أنه صار في عنده خيارات كتير أوسع وأكيد يعني خصوصي الجيل الجديد شاف كل شي تقريبا يعني أنه على بكل شي يعني كان بالموسيقى نحنا أيامنا مثلا ما بارث أنت ما بدنا نكبرك ألا موليدنا يعني نحنا كنا أيام الكاسيتات مثلا كان بدك توصل لغنية وبدك توصل لشغلة معاناة حقيقية كانت بأيامنا فهلأ لا كل شي متاح للكل عم يتفرجوا على كل شي فهات بالضرورة بيعمل تراكم وبيرفع الزايقة يعني أنه خلاص أنت عم تشوف كتير فطبيعي أنه المشاهد أنه حيقارن يعني أنه ليش عم شوف هنيك هيك وهون عنا عم يكون على هذا المستوى ولو أنه حتى كمان هي الصناعة بحد ذاتها كمان اتطورت يعني كان برا ولا عنا يعني إحنا وسائل أدوات التصوير مثلا أدوات اللي بيستخدموها على السيت هي صارت مثل أدوات السينما يعني بأيام زمان قبل كانوا يصوروا بالديجيتال مثلا كان مناسب هذا الشي للعرض على التلفزيونات الأديمة اللي كانت على أيامنا مثلا التلفزيونات الصغيرة مثلا أول السيرونيكس مثلا الواحد وعشرية عشرين ومدري شو فبالضرورة هلأ صار فيه شاشات أكبر عند كل الناس تقريبا نوعية الصورة صار لازم تكون مختلفة لازم تتماشى هلأ أنت مع الشاشة اللي أنت عم تعرض عليها وهي تأكيدا كلام حضرتك أنه النصر بتقول بتعلق على الصورة أنه صورة المسلسل منح لك لأنه قبل وقت كنا نشوفها نحن تقريبا كنا نسمع المسلسلات سمع أكتر ما أنه نشوفها يعني أنا بتذكر نحن بمرحلة من حياتنا كان عندنا تلفزيون عبدو أسود صغير يعني تيجي الصورة مشوشة شوي وانتابع المسلسل لأنه قلنا نعمل لاحق القصة لحكاية بس بالوقت الحالي هو صار الإبهار البصري جزء أساسي من العملية الإبداعية أو عملية صناعة الدراما كانت أفلام ولا مسلسلات فأكيد ما عاد يمشي الحال حدا يشتغل بالمنطق اللي كان يشتغل فيه بالتسعينات يصور فيه ويقطع فيه ويعرضه هلأ بهاي الأيام يعني ويقول أنه لا ليش الناس ما عم تحب المسلسل مثلا أو عم يحكوا على صورته ما صورته لا لتصناعة تطورت لازم تكون أنت معاكبة هذا الوعي اللي عم تقوله أنه اكتسب الجمهور بفعل أنه صارت خياراته متنوعة وكل شيء متاح أمامه خلا يقبل بعض المواضيع يلي ما كان يقبلها تقدم محليا على الأساس أنه هو تابعه وشافه بره وتعود على الفكرة أم خلا يتعصب أكثر لخصوصية العمل المحلي أنه ما فينا نطرح فيه المواضيع اللي بتنطرح مثلا نحضرها بمسلسلات أو بأفلام أجنبية يعني فينا أس عند يعني لا شك أنه أكيد في ناس عند هاي الزهنية تبعا أنه نحن مجتمعاتنا ما بتتقبل تطرح فيها هيك مواضيع يعني مثلا تعرضها على التلفزيون بس أنا ما عني كتير مع هاي الزهنية مع هاي العقلية يعني كل شيء لازم ينحكي فيه ما في شيء التابعات كلتا أنه يعني فينا الإنسان يتعامل معها ويحكي معها ويحكي عنها ويقدمها بالدراما وهيك وبس طبعا كمان واجب الصناع أنه يكون كمان يعني حريصك بمخاطبة المعالجة بطريقة المعالجة وطريقة الخطاب طرح الخطاب نفسه بحد ذاته يعني إذا كان هو استفزازي أو موضوع حساس أنه يعرف أنه في هذا الموضوع فيه حساسية مثلا على الأقل أنه يقدمه بطريقة بس مراعي شوي حساسية حساسية الموقف أو الموضوع في مواضيع بتشعر أنه الناس ما بتقبل تتقدم بالدراما العربية أو المحلية بالمطلق تحس أنه قد ما تطورت الحياة رغبال هاي المواضيع منا مقبولة عند مجتمعاتنا بس شو يمي يعني مجتمعاتنا متنوعة كتير يعني ما أنا يعني مات في بس اليوم صرت بتعمل مسلسل العالم العربي كله بيحضروا فتقريبا أنت حتى يعني بس مثل شو مثلا بالمسلسلات أو مثلا الأعمال والمواضيع اللي مجتمعاتنا ما ممكن تتقبل هذا سؤالي إليك بتعديل السؤال إيه لا بس أصدي أنه يعني شو الأعمال مثلا أنا أحكي عن شي محدد وواضح مثلا يعني أنا بقصد الأمور اللي فيها جرأة الأمور اللي فيها مثلا برة ما عندهم هالخطوط الحمراء هي ما تزال بدرامانا تقريبا محافظة عليها يعني بس كمان هي شو يعني كمان جرأة يعني أنه هال تعري مثلا يعني المجاني يعرفت أو مثلا يعني تأديم مثلا أصص العلاقة بانحلال أخلاقي يعني بمجرد بس طرحه لأنه هو جزاب للمشاهد وكذا أنه هذا مثلا ما فيه لوم الجمهور عليه أنه هذا بالأساس هو ابتزال يعني يعرفت بس لما يكون عم يحكي عم يعالج موضوع معين وعلاقة بالحب بالعلاقات بالإنسان بالعلاقة مثلا مع الدين بس بالطريقة صحيحة أنا بحس أنه لا الجمهور رح يتقبل يعني هي الأساس العلاقة بكيفية طرح الموضوع وطريقة طرحه بس حضرتك مشارك بمسلسلات في مشاهد أو في مقاطع أو في حلقات أو في خطوط درامية فيها وقفوا عند الناس هلأ بغض نظار مثل مثلا إذا أخذنا مثلا أولاد بديعة في ناس يعني اعتبرت أنه في عنف زيادة في تصوير وكأنه المجتمع منحل بهذه الطريقة محاولة يعني التركيز على السلبيات أكثر من الإيجابيات حتى كان في أمور العلاقة بالجانب الديني لما يعني قدمت يعني إحدى الحقات فيها تصوير العلاقة بالجانب الديني في ناس انتقدت الموضوع وبالتالي ما تزال هناك شرائح هو الجانب الديني مثلا أو الجانب المجتمعي أو المجتمع المنحل الأخلاقي يعني يعني هو كان طرف من المعادلة بمواجهة الطرف الثاني من المعادلة يعني هو كان بلحظة نحن عم نشوف نحن الصراع بين الناس المدعين للدين أو اللي بيستغلوا الدين لمقارب شخصية بالمقابل كان فيه ناس اللي عن جد اللي هني عندهم عندهم الانتماء الداخلي أكتر من الممارسة التقصية مثلا بالنهاية نحن كمان شفنا أنه اللي راح اللي أخد الدين لهذاك المكان لوين راح والناس الحقيقيين السادقين المؤمنين الحقيقيين شفناهم يعني شفنا كمان هذا أفضل وشفنا كمان الدين ممكن يكون هو أو الجامع أو أماكن العبادة ممكن تكون أماكن للتسامح لجمع الناس على اختلاف أهواء وطباع وطباع وشخصيات هاي النقطة تحديدا كيف تصور لشخص سكير عم يدخل يحضر مجلس ديني أو مولد أو هو في بس أنه هذا الشي قدش أثر فيه لهذا الشخص يعني هيك إنسانيا ووجدانيا أنه هذا المكان كمان ممكن يكون لناس عنده أخطاء الكبيرة يعني بس أنه بالنهاية هذا مكان مكان لعبادة يعني هذا بيت الله هذا اللي بيقبل كل الناس بيقبل التوبي بيقبل كل الانواع بهذا المعنى إذا كان الكلام مثل ما عم تتفضل ليش ما كملتوا تصوير بقلب المسجد أنا والله ما بعرف نحنا ما كمل كملنا لا أنا بعد عندي مشاهد هناك بس ما بتذكر أنه يعني ما فتوين تفاصيل يعني في حلقات يعني بعدها تصورت بديكور يعني تصورت بديكور المسجد كان صراحة ما بسمع منك أنا لأنه الأماني ما كنت متابعك كنا مشغولين نحنا كنا خطين للشخصيات فكان شخصية مختارة ما تصور مع كاميرا ونحنا مع كاميرا تانية وكنا كلاتنا يعني كنتوا عم تتابعوا الصدى بوقت التصوير ووقت تنفصلوا شوي يعني بس تنفصل شوي إلى حد كبير تنفصل بس نحنا فعليا يعني كان هذا المشروع من المشاعر المرهقة جدا اللي فتنا متأخرين عليه وكان فيه كمان يعني تأخير شوي بكتابة الحلقات وكان هيك ظرفه الانتاجي شوي صعب فضلينا تقريبا قبل آخر يوم رمضان عم نصور يعني في مشاهد نحنا مصورين بعد ثلاثة أيام أو يومين حتى عرفت عم نحضرة بالحلقة مع الناس يعني انه طلا العمل هذا ممبارح صورنا ثلاثة أربعة أيام صورنا فورا فكان هيك العملية كلها تمرهقة جدا نشتغل 16 17 ساعة بليوم عم نتابع كنا بس صراحة أنا بتأثر الممثل هو عم يتابع وبنفس الوقت يعني انت اليوم عم تقرأ آراء عن المسلسل يلي بجوز بعد ساعتين رح تكمل تسوير أنا أكيد ما أفضل إنه نحنا نكون عم نصور وبنفس الوقت عم ناخد الفيدباك تبع الشغل نفسه بس إنه هذا ظرف معين وهذا يعني كمان شوي اعتيادي بغير بلدان بغير التجارب بغير أماكن نحن اشتغلنا بتركيا مؤخرا وهيك فأنا مثلا عندهم يا هاي الشغلة طبيعية جدا خصوصي المسلسلات الطويلة هنا بيصوروا حلقتين أو ثلاث حلقات مثلا بيعرضوهم على التلفزيون وعلى حسب تفاعل الناس معاهم بيكملوا فأنت يعني هاي بروسس شغالين عليها غير ناس قلتلي شوي عنه الظروف الانتاجية بالعمل حكي لي عننا شوي هي بس فكرة انه نحن ما كان النص جاهز بين ايدنا كل كان كامل يعني انا طبعا بدي وجه تحية بداية لكل اللي كانوا معنا بيولاد بديعاء ابتداءا بالمخرجة الرائعة رشا شربجي والاستاذ علي حمشو اللي هو المنتج والكتاب الرائعين لاصدقاء علي وجيه ويامن الحجلي والكل طبعا محمود وسلافة ويامن ورامز وفادي صبيح وامارات سلامنا للجميع 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 طبعا وهافال ووسام وكل اصدقاء وغزوان الصفادي وكلنا نجوم وكلنا اختفل الناس بنجاحهم كان حقيقة انه يعني عن جد مصطفى المصطفى صحيح الكل انه ولا عزام ولا عزام الظرف الانتاجي يعني مثلا من هاي الناحية كلمة الظرف الانتاجي كانت يعني هذا مثل مديح للانتاج ان نشوف نحن كل هالناس موجودين لنا رامز الاسواد رامز الاسواد طبعا بس الفكرة انه كان النص مانو جاهز يعني بشكل نهائي وعادة علي ويامن ما بيصوروا مسلسلات الا ما يكونوا مخلصين النص لانه يامن متل ما بتعرف كمان بيكتوب ويكون فيه دور بالمسلسل فموضوع التمثيل والكتابة بنفس الوقت كان مرهق جدا بالنسبة له لكن هي كانت مغامرة كان مقرر انه ممكن يصير هذا السن الجاي لكن هيك كان فيه حماسة من الشركة ومن المخريجة وبعدين بعطولنا الفكرة كلها تحمسنا وقالنا يلا بتصير بس هذا الشي حقيقة ارهق الجميع يعني نحن فيه اماكن فتنا عليها ما فروض ما نرجع لمرتانية بس كنا نفوت ونطلع نفس الاماكن مثلا بالدباغات بعذرة كمشوار طويل جدا ومرهق وبدك تنقل كل المعدات انت اكتر من مرة تفوت وتطلع عليهم فهذا الشي ما نهو كتير سهل يعني هذا وبيوت وطلعات وفوتات فانا عم احكي على انتاجية من هاي الناحية انه نحن المشكلة انه النص ما كان جاهز مية بالمية في حلقات كانت عم تنكتب أثناء التصوير فهذا شوي يعني هيك تعبنا بزيادة وحتى كلها في الشركة المنتجة يعني كمان تعب وصرف تكليف يعني لانه اضطريت وترجعوا تكملوا بمخلات تانية وتفتحوا كاميرا مكان تاني وغير ذلك طيب كانوا لات بديعة في بطولة جماعية واضحة جدا يعني في اسماء حتى يعني استاذ وطاح واستاذ فراس واستاذ امارات واستاذ نادين وكلهم ما عديت اسماء حقيقة الكل كان يعني بمكانه بطل حقيقة كمان كمان نسبة بمشاهدة انك ترجع تشوف هالعدد الكبير من الاسماء المعروفة ومن النجوم الابطال بمسلسل واحد بعد ما كنا شوي بلشنا يعني يقل عدد الابطال ونروح على البطولات يعني شخص او اثنين الحقيقة هذا الشي يعني نحنا شفنا نتاجه وكل الناس شافت نتاجه وصراحة وقت اللي رجعت اجتمعت الممثلين السوريين اللي كلهم يعني النجوم والممثلين الكبار يعني اجتمعوا بمسلسل واحد شفنا نتاجه بالشارع يعني مسلسل الولاد بديعة حقق حالي نحنا من زمان كتير ما انا شايفين مسلسل سوري محقق هاي الحال من التفاعل العربي والسوري بالشارع انا كنت سعيد جدا بانه هذا الشي صار وهذا كان واحد من اسباب النجاح الساحق لسوا المسلسل مين كان بيوجروا الولاد بديعة من المسلسلات ما كتعب التابع بعدين عرفت اكيد والله ما بعرف تابعت شي مسلسلات من اللي نعرض للأماني لسه ما تابعت لا والله انت تجربتك مع راشا شربجي ما هي تالت تجربة وبالثلاث مشاركات كافي ادوار هيكي اعملت وصنية مهمة كتير بس شاهين تركيبته الاخلاقية خلفيته كيف فكر طفولته كيف درسته كيف بررتله باماكن رغم انه هو بمحلات بتحس عنده مبدأ وبمحلات اخرى بتحس هذا المبدأ ابن الحياة يعني قادر انه يقلب يعني بلحظة على المبادئ اللي هو يعني يبدو هي موجودة فيه يعني من طينته يعني انا والله يعني هيكي اثار اهتمام الطرح حقيقة يعني اللي هي العلاقة او تقديم الناس اللي بيوصفون مثل حتى شاهين هيكي على المسلسل مجهورين نسب انه تطلع فيها انت بلحظة يعني هيك من وجهة نظر انسانية انه شو زنبون دول الناس مثلا اللي خلق بهاي الطريقة مثلا فهذا بالنسبة لي كان المفتاح بالبحث على اني كيف اتعامل مع هاد الشخص او كيف بدي شوف لدول الاشخاص شخص يبحث عن الاحترام عن التأدير الانساني اللي هو كل انسان بالدنيا يعني لكن ما كان له ايد هو بكيف ولد وين ولد وعند مين وكل هاي الاشياء يعني فمن هدا من هدا من هدا من هدا المنطلق ورحنا فيها بعدين هايك لكيف تكون شخصيته وبناء شخصيته يعني علاقة مع الاب علاقة مع الاخل علاقة مع الحياة مع الاهداف اللي هو بده إياها بحياته وكذا فهذا الشي يعني كونه يعني من صفاته انه يعني لشاهين انه وصولي اي يعني يعني لا يبحث يعني ما برز نسميه وصولي بس انه بده يعني يشتغل يبحث عن إثبات إثبات نفسه يعني بس مجهولين نسب اللي قدمت قصص عنهم في هذا المسلسل يعني بالضرورة مارسوا ممارسات سيئة جدا يعني أجرم أجرم وتكب أجرم بس ممكن يكون في أشخاص هم مجهولين نسب ويبحثون أيضا على التقدير وعن الهوي وعن الاحترام يعني هذا التوازن اللي سأل عنه الناس بس وين الاجرام اللي عملوا مثلا شاهين أو قانونيا التزوير جريمة يعقب عليها القانون التزوير جريمة مثلا والأمور اللي كانوا يعملوها بكولات سوء بما هذا كان جرائم تعتبر قانونيا نسينا هدول الجرائم صح لا تماما هنه موش كل الحياة صاير عنا شوية هلأس بشار خطائيين وطبيعيين وعندن هاي نوع من السلوكيات وعندن غيره وعندن اشياء هيك يعني نيحة كما ممكن يساوي اللي أنا بدي أوله ولي حبيت شوية ركز للموضوع بديعة بالتحديد أنه القصة يعني مثلا أسباب النجاح اللي كان نحكي عنها وجود كل هاي النجوم القصة الحكاية عن مين نحكي الحكاية اللي هو بيحكي عن الأخوة عن علاقة الأخوة عن الإخلاص لشخصية سكر مثلا اللي هي ما بالضرورة تكون أختك من أمك وأبوك لكن جمعتكم هم الظروف بلحظة من اللحظات وعملت هاي الحالة العاطفية عن الحب من هدول ثلاث أشخاص اللي كان يتتوج بكتير لحظات مثلا متشفنا وقت المات البديعة وقت يعبد المال أنه قديش ممكن يعني عن جد إنسان هيك تجاه أخوه أنه يرفض يعني يكب كل هذا الشيء ورى ظهره كرمال كرمال شئي روحه يعني بالنهاية فعن هدول الأصص هاي الجوانب هاي الجوانب اللي كانت سبب الأساسي بنجاح المسلسل بالإضافة لا وجود يعني هي كل عملية متكاملة كانت مثل هاي الطبخة اللي كل عناصر فيها كانت كتير حلوة وكتير منيحة الممثلين اللي كانوا موجودين الشيء اللي عمين حكى منه الشيء الأخلاقي الشيء اللي احنا اشتقناله إنه نشوف نحنا هاي العاطفة يعني بين بين الأخوة اللي عندن يعني سيل من المشاكل والقصص ولكزا لكن ضل عندن الحب الحقيقي والرابط الحقيقي لبين بعضها في أمور معينة طلبت من الكاتب إنه يعني إنه زيدوا على شاهين لا يخففونا طلبت لهم يخففولي طلبت خففولك وشاهد يعني اي بالمزح هي كانت يعني بس الأمانة إنه أنا كنت جاي من سنة وشهر تصوير بتركيا كان من أصعب التجارب بحياتي يعني ما كان في استراحة خمسة أيام بين تصوير تركيا وبداية التصوير هون أنا هون كتير عناني المشروع وكان عندي يعني كنت بالأساس مقرر إني ما أشتغل شي لأنني فعلا كان مستهلكني مسلسل تركيا بس على قد ما كان النص مغري والمجموعة مغرية وكل العناصر كانت مغرية فأنت لا ما عليش بك بس على حالي حتى لو تعبان كتير وبصور المسلسل فكمان نستنفذ طاقتنا المسلسل فصرت أنا أطلب منهم يخففوا لي مشاهد وطلتهم والله موتوني بالحلقة عجل شو سير يعني شو كسر عظم بالحلقة العشرة تماما بعد كسر عظم هاي المشاركة وقبلها كان فيه طبعا الولادة من الخاصرة رشل شربجي حتما مخرجة خاصة بكل ما تقدمه بطريقته وبأسلوبه وبتعطيه مع الكاميرا ومع الممثل ومع كل شي فيه مخرجين آخرين اشتغلت معهم أكيد مهمين كان أهمهم يعني بالنسبة لألنا نحن السوريين حاتم علي أكيد الله يرحم طرابه حضرتك يعني من بداية مهنتك فتت على مسلسل عربي ضخم كان من أطخم الانتاجات ويمكن ما زال ويحمي القضية أو قصة تاريخية طرح يعني أول مرة بين طرح في الدراما العربي وكان جريء بوقته وبنفس الوقت تابعوا الجمهور العربي كله بعد هذا المسلسل انت قلت في المختار 2017 أو 2016 قلت لي أنا ما بقى ما بشتغل أي شي حتى لو عشرين مشهد ولكن بده يكون كتير وهذا شي كان واضح يعني بشوف شو اشتغلت ما نكشاغل عدد مسلسلات بنفس العدد يلي ممكن اشتغلوه حتى أولاد نفس الدفعة سامر كيف كنت عم تفاضل كيف كنت عم تختار وأوقات لما ما يجي شي اللي انت تكون ناطرو أو سنة ما أقدمو لك دور بشو كنت عمل لأماني أنا يعني الحمد للرب العالمين كل يعني ما عم يكون في وقت كتير بين مشروع مشروع مساوي وهي ما أنا انه القصة العلاقة بالدور اللي هو بده يضرب قد ما هي القصة انه أنا فعلا يعني الدور بده يضفلي شي أو التواجد بعمل معين ممكن مو على صعيد الظهور أو اللي بيساوي المسلسل هي أكتر على صعيد الفترة اللي اشتغلت فيها انه كون أنا فعلا عم استمتع فيها وعم استفيد وكون مع ناس يعني هيك فنانين يعني يشتغل معهن اتعلم منهن وهيك نعيش أيام حلوة وتكون زاد فائدة فما كان يكون في كتير وقت طويل بين الفترة والفترة بس يمكن للناس كان يظهر مثلا خصوصي جمهورنا هون الأشياء اللي هي مثلا اللي ضربت مثلا مثل مسلسل عمر بعدين الأدم الخاصرة بعدين مسلسل انتظار الياسمين كمان هيك صحيح وصوضة بعدين بعدين كسر عظم بعدين جينا على أولاد بديع بس بين هدول الأعمال أنا كنت هون وقت ما كان يكون يعني في عندك أكتر من عم بعمل مسرح يكون أيام عم بعمل ورشات حتى مثلا عم نتعلم فيها أو حتى عم نشتغل بأفلام السينما أو حتى مسلا مركز على شيء العلاقة بتحضير التحضير بالأوقات الفضى للتمثيل أو بالعيلة أو الشيء للشغل التاني اللي بساوي بحياتي يعني فما كان تكون كتير صعبة القصة هي مجرد أنه يعني مثل ما تفضلت حضرتك أنه ما كان يعني لي كم الأعمال أو كم الظهور قد ما يعني لي أديش فيه شيء بيشبهني وهذا الحياة سهلت لي يعني أنا كان عندي بفترة من الفترات التحدي بس بعدين لقيت أن الحياة سهلت لي بطريقة كتير حلوة وكتير مريحة قلتلي بلقاءنا الماضي قلتلي أنا ما بس على العالمية العالمية عم تسعالي أنا اللي كنت خايف منه أنو تتذكر هاي الجملة أنت كنا قلناها بطريقة بصيغة المزح وقت بس قلتلي بوقت بما معناه يعني غير هيدا العنوان قلتلي أنو أنا حتى لو دور في مسلسل هندي رح 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 هل أت كان بيعني لك تواجد السينمائي عالميا بيعني لي أنا تواجد بمواقع عمل بمشاريع بمشاريع مختلفة بمعجنسيات مختلفة بأماكن مختلفة بأنواع مختلفة أنا هذا يعني الكثير يعني هذا بالنسبة لي هو الغنى اللي ممكن أنت تكسبه من العمل بالتمثيل أو الفن يعني بالتمثيل بالتحديد يعني المهن الفنية الثانية عظيمة جدا إلى كتير إيجابيات وإلى شكل معين بس أنا بالنسبة إلي أحد الأشياء التي تهمني بالتمثيل وبحس حالي الحمد لله محظوظ أني حمساوية هي أنت كيف تفوت على بيوت كيف تذهب على أماكن كيف تشوف ناس كيف تسافر كيف تكون روتين بحياتك كيف تتقابل ناس تعيش معن رحلة كاملة طويلة حياة كاملة مثلا مدة شهرين أو ثلاثة شهور مع أقل 40-50 شخص ستتحول لعائلة واحدة يا بصحراء يا بجبال يا ببيت فهي التجربة الإنسانية هي التي تعطي هذا الغناء الذي يكبرك أو الذي يزيد خبرتك أو الذي أعطي إيمي لحياتي أكثر آخر فيلم سينما شرغلته تشيلو تشيلو هذا الفيلم أخذ أوسكار نعم لم أخذ أوسكار ترشح يعني هو نعرض عروض جماهيرية كم عرض المعلومة عندي غلط في شي كان لأنه حاطين أنه يأما ترشح يأما رح يشارك شيء من هذا القبيل بس لا بس نحن كان في عنا فيلم يوم أضعت ظلي لنخرج سؤدوت كعدان طبعا واخذ جائزة بمهرجان البندقية سؤدوت كعدان أكيد بس فيلم تواجد على منصة من المنصات فلسا البروزس شغالي لحتى نشوف هو نعرض نعرض بالخليج ونعرض بأميركا كان فيه لهم هدول العرضين بس إنتاج ضخم بالتركيد يعني هو كان طبعا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الرواية والسيناريو والمخرج دارين لي بوزمن مخرج سلسلة أفلام سو والمنتج لي نيلسون كمان اللي هو أحد المنتجين الكبار بأميركا بهوليوود يعني وطبعا كان فيه مشاركة كتير من ممثلين كبار عرب وطبعا رأسهم أستاذ غسام سعود والأستاذ سعاد العبدالله والممثلين العالميين اللي كانوا معنا اللي هنا توبنبل بطل أفلام سو والكبير طبعا جريمة آيرونز الحاجز عجاز أوسكر يعني يمكن هاي المعلومة إنه الأوسكر هو كان الممثل من اللي مشاركين معنا اللي هو جريمة آيرونز فكانت تجربة للأمانة عظيمة جدا يعني مثل ما كنت عم تفضل أنت من شوي إنه هي كيف الأمور لحالها مشيت راح تلذاك الاتجاه يعني أنا ما كنت متخيل أني راح أشتغل بهيك فيلم أساسا أنه ما كانوا طارحين و الفيلم كان بدوا يتصور بغير بلد التواصل والعرض قرروا أنه يساوي الفيلم مع ممثلين عرب جدا المخرج فات على IMDB وشاف الممثلين العرب يعني وقته طلب هو من المنتجين أنه أنا بدي أختار الممثلين فهو ما بيعرف ممثلين عرب ففات على IMDB شاف اللي أنا مساوي يعني حطت أنا شوريل عليه فاختارني وتواصلوا معي يعني هو ما أجعني شافك وطلق تماما شافني على هاي المنصة هاي المنصة في كتير الممثلين حتى بيستحوا يحطوا عليها يعني بيعتبر حاله أكبر من أنه يحط هايك مثل نجومنا معظم عندنا بس في بعض الأسماء سألت يعني يعني أنا اسمي معروف والمخرج يطلبني بيعرفني هاي الطريقة بالتعاطي مثل هيك على هاي المنصات الطريقة بوجودة بدول العالم كله طبع وبيتم اختيار الممثلين بهيدا وبين عمال هو جزء من اختيار الممثلين أنه يعني وقت لأنا مثلا بمخرج أوروبي ولا أمريكي ولا شي أنه مثلا بدي يعرف شي عن الممثلين فهي المنصة العالمية اللي بتقدم فيها الممثلين بالطريقة المحترفة يعني هي بتحط المعلومات بدون أنت تحط شي عن أفلامك عن شو الريت اللي جابت أعمالك عن كل هاي التفاصيل عن المدير أعمالك مين بيكون مين كذا هدول كلهم موجودين على IMDB بس لما يصير ببرو لما يكون المختص مختص فهي حتى عليه نفسه بيكون حتى حاطين لك أنه نشوف مثلا هلأ تجارب أدا على أفلام بالمكان الفلاني مطلوب ومسرين مثلا باللون الكذا من العمر كذا العمر كذا ناطق باللغة كذا فأنت فيك تابع لحالك تساوي مثلا مدراء أو وكالات فهي أول مرة بيجيك شغل بسبب هيدا المنصة ولا قبل بمرة كمان اختاروك أونلاين بس من خلال فيلم المختارون اللي عملته مع علي مصطفى كمان كانت تجربة عالمية عملنا برومانيا فوقتها أنا ترشحت يعني كنت على غلاف مجلة سكرينز ديلي اليو كي يعني بلندن فمن خلال أنا صار في شركة أميركية يعني تواصلت معي من خلال هاي المقال اللي كتبوا عني وقتها سامر تزوجت لالفين وسبتاش هل عندك ولدين يخلي لك ياهن كان أولادك في البداية عايشين مع والدن بأوروبا بسربيا لا احنا كنا عايشين سوا مع بعض بين هون وهم اي بس قصدي انت كتبس تسافر يعني اي تمام العمال وترجع مية بالمية اليوم عائلتك موجودة بالشام صحيح وولادك عم يدرسوا هون صحيح صار معك هاي الحالات الانتقال البيئة تغيير البيئة عند الولاد في أمور معين هيك تعرضوا بالفترة الأولى للأمانة اي يعني ما كانت تكون كتير سهلة يعني وقت لنرجع لهون بس بالنهاية انه مبسوطين هون يعني هن حابين حابين هون المكان هيك بينتمول وكذا وهي هاي رح تضل عندهم كل حياتهم يعني صراحة انه عندهم جنسيتين ف رح يضل هذا الشي موجودة انتصار عندك جنسيتين كما لا يعني ان شاء الله بس معها مصعفية والله معاني مركز كتير على الموضوع يعني نعم مركزين على الشغل هلاء أكتر عم يكون شو هي الأمور يلي بتتمنى ولادك ياخدوها من البيئة أو المجتمع يلي الصربي والأمور يلي بتتمنى كمان ياخدوها من المجتمع العربي أو السوري يعني في إيجابيات هون بتحب إنو لادك ياخدوها أكيد وفي إيجابيات هون بتحب ياخدوها حتى لو عاشوا بره يعني صراحة ما نفكر فيها كتير هيك أنه شو اللي بحب هون وشو اللي بحب هني كأكتر بالنهاية يعني أي إنسان رح يكون هو يعني مو أهله شو حب وإنه يكون أنا هذا اللي حابب إنو ضل مكرسو بالعلاقة مع أولادي إنو ضل أنت عم تدعم هنن شو حابين وهنن شو حابين يكونوا هنن شو حابين ياخدو من هون ولا من هنيك هي للأمانة ما كتير في فرق يعني بالأشخاص يعني بنوعية الأشخاص والثقافة نحنا عايشين بسربيا كمان مع هون وسربيا هي من أوروبا الشرقية فهنن الشرقيين أكتر ما نحنا ما نعتقد تماما يعني هيك وجهة نظرنا على الجانب الأوروبي العالم العالم الجمال طبعا الضيافة الكرام اللمي على بعض الأعياد المشاركة الجيران الحكي كذا كل هادل الشي موجود تقريبا أنا حتى بقل لمايا على طول يعني وقتلكون هنيك بحس حاري بحارتي بحمص حتى أكتر مع أنا بالشام تقريبا كتير بيشبهونا فبحب أنهم بس يضلوا هيك يعني أنهم تعلموا من الشارع كمان أكتر يعني يلعبوا أكتر بالشارع يعيشوا الحياة يكون عندهم رفات بكل مكان ويستفيدوا بالنهاية الطفل أو الإنسان بس يكبر هو رح يفلتر لحاله هو شو بده شو حابيب شو كاين وشو بده يصير بين طفولتك اللي كان فيها هيك بساطة طفولة بسيطة طفولة ما كانت يعني بس الواحد يشوف يقول ممكن الطفولة مثلك كتير قصص ما كان بتخيل أنه هذا الطفل يروح بهذا الاتجاه وطفولة ولادك اليوم بتحس أنه طفوتك كانت قاسية طفولتهم أحسن أم أنه هنه كمان ظرف مثل العيلي اللي هذا التشتت اللي عشناه في قسوة كبيرة أكيد مئة بالمئة أنا ما بحس أنه في حدا مثلا سعيد أكتر من حدا بالحياة يعني كل إنسان عنده هم وعنده مشاكل وفي إيجابيات بحياته فبحث لهي القصة في عدل في توازن بالحياة بين كل الناس يعني ممكن أنت تكون شايف مثلا طفل عم يعاني أو شي يعني بالشكل الكلاسيكي تبع المعانات ويمكن يكون في واحد عايش حياة أنت من بره شايفة أنه يا لطيف هاي ما أحلاها يكون هذا التاني عم يعاني أكتر من هداك هداك يكون عم يستمتع بحياته عم يلعب وعم يعمل شغلاته بحب يساوية بس وجوز ما تبين ما نظهره فهي ترجع بالنهاية للإنسان بنفسه بحد ذاته يعني فأنا ما بشوف أنه يعني أنا كمان طفولتي ما كانت والله بها القسوة وكان فيها شغل وكان فيها ما كانت كتير مريحة بس كانت جدا ممتعة كنت كل الوقت بره البيت كل الوقت عم بلعب كل الوقت عم يجرب عمي شغلات عم بالمراهقة وكذا كنت جرب مثلا تعلم العزف تعلم الأساس يعني بريك دانس عزفت البيتار البيتار وشوي درامز وشوي هدوها طبعا عزف تشيلو شوي يعني منطقة بعمل حالي بعزف تشيلو منيح كنت رياضي مثلا كنت روح كتير يعني شو ما كان مثلا يجو على المدرسة يقولوا أنه مثلا من بدو يلعب كرة يد رفع ايد يروح على جرب حالي كرة اليد من بدو يلعب علعاب قوة قفز كنت روح عمل كل شي بل عزف كمان رحنا على الفرق أنه حاسيب حمص بالزمنات كمان عزفت فيها أربع خمس سنين ف تبدو أنه كانت قاسية بس أنا لما تذكر بس تحضر هاي الأشياء كان فيها كتير أشياء ممتعة كان فيها كتير حياة كان فيها كتير أشخاص وتعلم ومغامرات وقصص فكانت حلوة كنت مراهق أو شاب متمرد أو مسالم يعني لا لا ما أنا مسلم أبدا كنت مرأة فترات يعني أنه أهلي يستحوا فيك يعني بعد شوي أنه مرأة فترة أيام الراب مثلا كنت نحب امينم كتير هديك الأيام وطو باك وما توباك وكذا ونلبس بالعطلين الباقي ومادري شو نجرب نعمل هيك ال group تبع break dance ومادري شو بعدين قلبنا على metal music كمان وهي كانت هيدول القصص كانت تهمي كانت تهمي شو عميسوا 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 شيطان كان يفكروك العالم بس هي كانت لسه موسيقى أياما فلكن والله ما كنت أبدا مريح لعائلتي يعني كنت يعني هالكون والله بالمدرسة وبالحياة يعني دراسة كانت منيحة يعني كنت بعض بكالوريا شو كنت ولا ش لا أنا بكالوريتي كانت صناعية واخدتها بالزور بصراحة كمان ما عم تللي رخي الله رح ألك كلهم يعني حتى بالدراسة كنت منك مركز أبدا ما كنت هون كون هيك لتأثير ما كتير كويس بس والله ما كنت كتير صحبة مع المدرسة بس تعرف ليش هي الجوانب الإضاءة عليها منيحة لأنه بعض الأحيان ومجتمعاتنا تحديدا الولد لما ما يكون مركز بيدراسهم نعتقد أنه يعني فورا يقول لك هذا فاشل فاشل صح بس إذا دورت رح تلاقي عنده عنده مكان المشكلة لم تكن فيها يعني ممكن كانت المشكلة بالمدرسة بحد ذاتها يعني أنه هي لم تكن ترغبك تماما وهي كمان إجبارك على أنك تكون هيك يمكن يعمل عندك ردة فال إذا كان عندك شوية تمرد شوية بشخصيتك وإيك يعني طبعا فلذلك أنه مو غلط الواحد يحكي فيهم لأنه حقيقة أنه كان الفاشل يعني مو فاشل كنت الفاشل يعني طيب السؤال شو اللي هذبت الحياة هي الشخصية المشاكسة المتمردة أم خلتها أقوى وأجراء هلأ أقوى وأجراء إلى حد ما وتهذبت بعدين أكيد يعني لما عرفت أنا شو بحب أنا قبل ما كنت بعرف يعني أنا قبل ما اسمع بأنه في مسرح وفي تمثيل وفي معه التمثيل ويمكن يقبلك أنت بدون ما يكون عندك علامات كتير عن ولدك فنان يعني ولدك رسام بس كمان كيف أنا شايفني تقريبا أنا آخذ هذا الشي كتير منه يعني هو كتير بعيد عن جو الفنانين عن كيف لازم الفنانين يكونوا ككليشي يعني للفنان فهو كان أبعد ما يكون عن هذا الشي يمكن هذا الشي يتلعى بالنهاية طبعا أنا عن جد كمان هيك بشبه كتير بهذه القصة أنه أنه بعيد فما كنا لا نحكي بالقصص الفنية ولا يحكي يعني أنه جوه كان من الفنانين أو شي فما كنا نسمع فيهم أبدا يعني وأنا كنت مثل كيف كان هو كمان وقت كان صغير كمان هو كان يعني مركز مع عائلته وكل الوقت مغامر كل الوقت مسافر هو مثلا أول حدا رسم سينمات حمص كان عمره 14 سنة كان يطلع يهرب من البيت ويروح لي يعيش كانوا يرسموا أياما ما يحطوا ما يطبعوا على البوسترات الأفلام رسم صحيح تخيل فكان هو أياما طفل مراهق يعني عمل استقلالية لحاله ورسم وخلاص صراحة عاش الحياة يعني يسافر ويروح ويجي على بيروت أي مكان يروح ويجي أهله ما بيعرف هو وين يعني مثلا عرفت فهو من هذا النوع من الفنانين المتمردين اللي عاش حياته كله هيك تركك تتمرد لأنه مر بالتجربة على ما يبدو صارت بدون قرار يعني أو بدون تصريح بس هيك صارت لحظة يعني في لحظات أهلنا بيحسسونا أنه هن فخورين حتى لو ما صرحوا مثل ما قالت قبل شوي إمتى كانت توصلك هاي اللحظات من أهلك صراحة يعني بعد يوم مثلا اللي أنا قبلت فيه بالمعهد كان هذا أول يوم أنه كانوا كتير خايفين علي أنا قدمت ثلاث سنين على المعهد وكنت معاني لأنه بدي يفوت بدي يصير ممثل وسمعت عن المعهد نحنا بحمص أنا بالبيئة اللي كنت فيها ما كنت سمعان بيهيك شي فأول ما شفته أول ما حضرت بروفا لمسرح الشبيبة بحمص بعدين أنه اشتغلت بمسرح بحمص وخلاص صار هاجسي الوحيد ما بدي شي بالدنيا غير أني بدي يفوت على هذا المكان هذا مكاني فكانوا كتير هيك الأنين علي أنه كيف بدك توصل لهني هذا شي كتير صعب علينا نحنا فلليتني معند وعم حارب الدنيا لحتى آخر شي بالسنة الثالثة اللي قدمت فيها أنا قابلت فيها أول شي ما كنت ما نقابلت أولا لا لأ ثلاث سنين لأنه ما في تحضير يمكن ما في تحضير ما عندك خلفية أي تمام لسه ما أنا عرفان وما أنا يعني ما أنا ما أنا مكتمل لسه موضوع بالنسبة لي فبالسنة الثالثة وقت فرح عارم يعني فوقت أهلي كتير هيك انبسط وأنه أخيرا شافوني أنا مبسوط عرفت شو عندك أخوات سامن نحنا ثلاث شباب وبنت خليكن لبعض عصغر مني خليكن لبعض علاقة الأخوات مع الأخ النجم العيلي هذا الكل العالم تحب ومشهور وبيسألوا عنه وفلاني بدأ تسلم عليك حلو بلحظة طبعا يعني نحن نحب بعض كثير بالبيت وهيك الحمد لرب العالمين يعني من العيال اللي خصوصي بهذا الموضوع ونحن كأخوة كثير حريصين على بعض وكثير هيك مثل كيف بديعة تقريبا يعني الموضوع بس أحيانا كانت تعمل شوية ضغط هاي القصة لأخواتي أنه أخي أنا أنا كياني يعني أنا ما كمان تصنيفي بالنسبة للعلاقة مع العالم أنه أنا أخي ممثل مشهور ولا شي أنا لي شخصيتي فهذا مسأخي اللي أصغر مني يعني راح عمل حياة خاصة كتير هيك بعيدة عن هاي الصكر ما ينضغط من هذا الموضوع بس بعدين أنه أنا تعاملي مع الموضوع اختلف وهن تعاملهم مع العائلة مناخدها يعني من دون ما نحس مناخد كل شي في أفكار هي منعيد برمشت نحن يعني منفكر فيها ومنشذب بعض الأمور ومنغير فيك من عائلتك كتير ولا منطقك ومفهومك وهذا مختلف يعني طريقة تعطيك مع الأمور هلا بالبداية أنا كنت ما كتير معجب بالحالة اللي كانت فيها العائلة والمنطقة والكذا اللي نحن ننتمي لهم يعني كيف طريقة التفكير كيف كل مراهق يعني يحب أنه يشوف الحياة من وجهة نظر تانية بعيدة عن بي يحب يبعد دايما تماما يحب يبعد فأنا راح تبعد فيها كتير للقصة صراحة يعني من الشكل مضمون للطموحات للأفكار اللي أنا بتبناها وكذا كانت شوي بعيدة عن عائلتي بس بس يكبر الواحد شوي بيكتشف قديش في رواسب وهيك وشغلات هيك حقيقة تماما هي هاي الأصيلة هيك جواتك اللي هي من البيت بالنهاية هاي اللي بتبقى ذكرت قبل شوي سامر أنه عندك شغل تاني أو مشاريع تاني غير التمثيل عندك بزنس غير التمثيل يعني لا مو بالضرور يعني منحاول هيك نعم مشغلات هيك خفيفة بس يعني بس ضروري بحس أنه لازم الموثل يكون عنده مشروع يعني غير الفن طبعا طبعا ضروري ضروري وكبار النجوم العالميين حتى عندهم يعني هي التمثيل يعني ما ممكن يكون يعني كمان آمن دائما بكل وقات يعني مو بالضرورة يكون من المهنة الممكن هي تغدرك أو شي يعني مثلا هي ممكن الإنسان بحد ذاته يعني يجي ظرف معين ما يقدر يشتغل أو يبطل عنده رغبة حتى مثلا عرفت فبالضرورة يعني للحياة لازم يكون الإنسان عنده يعني مش بيسموه مسار تاني مسار تاني بتحميك يعني عرفت إلى حد ما فتخليك حتى خياراتك بالتمثيل تصير أفضل يعني ما يكون التمثيل هو ما تكون مضطر تماما ما تمثل وانت مزروك على مثلا على شي ما أدي مثلا على مصار وهذا من نسمعه من كتير أسماء نشوفه نحن خصوصا ببلادنا ما في عندك شي يحميك هون كممثل يعني فينا قابل إلى حد ما عم تعمل يعني لأدراني عليه بس ما بتحميك إنسان بالحياة فأنه بحس أنه لا تكرس فكرة أن الواحد يكون في عنده شغل على جنب يعني هيك لا يقدر على أقل يظل مستمتع بالتمثيل إمتى ممكن الممثل يفقد المطعة أمام الكاميرا يمثل لأنه واجبه وهذه واحدة من الحالات أنك أنت مثلا ماديا أنت عن مضغوط مثلا بدك تمثل فممكن ممكن طبعا يعني الحمد لله لما صارت إن شاء الله ما بتصير مع حدا بس بتشوف ناس معلم قيام قيام كبيرة تضطر للأسف تشتغل شغلات هي ما بتشبهها يعني ويبين أنا بقدر شوف قديش هو غاصص وهو عم يشتغل أومان مقتنع باللي عم يقدم بس مضطر علي طب اضطررت لتقديم أي مشهد أي دور ومانك راضي عنه حتى لو بعدين رجعت يعني حضرت الحمد لله لا 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 ما كان في شي أبدا ما كنت أنا فعلا هيك مقتنع ومستمتع في يعني ممكن تكون نتائجه معه حبوها الناس أو شي بس أنا كل شي ساويته أنا كنت مستمتع بصناعته يعني مصر فتحت لك أبواب وعرض عليك أدوار بأعمال يعني حتى بسنواتها كانت هي الأعمال الأهم عرض عليك دور بطولي بحكاية حياة مع غاد عبد الرازق وعرض عليك دور أظن مع مونة زكي أيضا مونة زكي ورفضت الدورين بعد مرور هذا الوقت أو ما صار اتفاق بعد مرور هذا الوقت بتقول يا ريت دخلت على سوق مصر من وقتها يا ريت كنت موجود بهي الأعمال هلا أكيد يعني تحية كبيرة لكل الأسماء اللي ذكرتها ومصر طبعا العظيمة المصر يعني ما بدأ شهادتنا تماما بس لا أبدا والله بالعكس بحس اللي ساويته أنا كتير كان صح يعني كنت أياما شامري 27-28 سنة جديد لسه كمان بالتمثيل يعني عامل مسلسل عمر من الخطاب ولسه ما عندي خبرة بالاحتكاك مع المهني فوقتها ما كنت حاسس حالي إني أنا مصر بدأ تكون قوي فعلا بدأ تكون مشبع ومتمكن ومشبع وخبرتك كتير قوية لأنه حتى لهلا يعني بالنسبة إلنا نحنا اللي مشتغلين يعني ببلاد الشام وبيهي إذا بتروح قد ما كانت خبرتك قوية مصر كبيرة كتير يعني مصر صعب الشغل فيها كتير والناس اللي فيها كتير قواية وكتير تال فبدأك تكون عن جد عودك كتير شتد لحتى تقدر توقف بيناتهم فأنا ما كنت حاس حالي بهذا كل وقت قدران كون يعني وبحسة هي شغلة منيحة يعني خلنا فيني اعترف لحالي أنا بعرف حالي أنا أدى هي الشغلة ولا ما أنا أدى فما كنت ما كنت أدى لا 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 صراحة كنت جديد كتير يعني كنت حتى وقت بمسلسل عمر أنا أتمنى هلأ يجيني مسلسل عمر أنا هلأ خبرتي اختلفت كتير عن هذيك الأيام شو كان نحنا خلينا نروح كمشاهدين استمتعنا بعمر ولما منعرض نرجع بنحضر لو اليوم رح يرجعي تقدم وسامر رح يقدم دور البطولة في شو كنا حيختلف معنا كمشاهدين بأداء سامر مثلا صراحة كمشاهدين أنت وشو ممكن يفرق معكم صراحة ما بعرف يعني ما بعرف يمكن كان أحسن اللي أنا سويته يعني ما فيني قيم حالي كمان يعني بس بعرف من حالي أني أنا كنت رح كون يعني نستمتع ومركز على التمثيل بالتجربة أكتر بكتير من هذاك الوقت هذاك الوقت كان رعب بس يعني أنا بس عم روح كنت أول شهر بالتصوير بس عم بيصف رجلية 24 ساعة يعني مع حاتم علي مسؤولية كتير 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 كبيرة كانت أياما لسه ما كان في لا حروب ولا شيء الدنيا فاضية ونطرت نطرة يطلع هذا المسلسل ليصير المشاكل اللي لأنه كان يعني مصير جدا وعمل مشاكل يعني لو ما كان في وقت الدنيا قلبت تغيرت الدنيا كان ممكن يتوقف كان ممكن يتوقف وصارت مسلسلات تانية كان وقت الناس يعني كان في ناس سراية أو فاضية لأنه هددت بوقتها يعني طبعا يوصل على الفيسبوك وعلى للكل فكانت يمكن يكون مرتاح أكتر مع التجربة يمكن استمتع فيها يعني ركز على التمسيل أكتر من المسؤولية اللي كانت حاسة بهذاك الوقت رجع عرضوا عليك أدوار بمصر بعد هذيك الفترة يعني جاك بعدين عروض يعني فيه تواصل على طول والله يعني مع مصر وهلا يمكن هيك يزيد شوي وإن شاء الله يعني إن شاء الله أكيد بتمنى وبتشرف يشتغل بمصر بالمغرب وبشتغل يعني عرفت أنا أنت ما خبرت لك يعني حب أن يشتغل بكل مكان لأنه فيه فناني سوريين نجوم طبعا خلاص يعني فيه فترة من الزمن كرسوا حالهم بمصر يعني يشتغل مسلسل وثنين وثلاثة فصار اسمه مطروح من بين الأبطال السوريين اللي بيشتغلوا بمصر فبتحس أنه بدأ تركيزه شوي مصر بدأ تفرق إيه تماما يعني أنا لها للأمانة أنا مبسوط هون يعني بالأعمال اللي عم الساوية نحنا هون ببلادنا أنا مبسوط فيها ونتاجها عم تكون كتير منيحة إلي على كل الأصعي فبحب أنه أكيد بتشرف أني شارك بشيهنيك بس يعني إني انتقل بشكل كامل تفرغ لأني أنا بدي أصير ممثل بمصر بالوقت الحالي ما أنا حاسس أنه أنا يعني كتير جاهز كمان أو جاهز أو أبلك تتفرغ للموجود مية بالمية أنه يعني خلص أنه حياتنا هون يعني عطيه الوقت عطيه التركيز هلأ هيك للعائلة للأولاد للوجود بالبلد هون بحد ذاته يعني حضرت الحشاشين لا والله ما حضرته كنت أسألك عليه لأنه كمان مسلسل تاريخي وانتج قرينا عنه وشفنا عنه بشكل أماني ما شفت شي منه يعني كريم عبد العزيز طبعا ومثل رائع طبعا أخراج بيتر بيتر ميمي التقييم العام للممثل بشركات الانتاج أو عن مدرأ انتاج أو المحطات مين اللي بيحطوا الجمهور يعني بيعتمدوا بيقولوا هذا نجم لأنه الجمهور بيحبوا ولا هذا نجم لأنه بيأخذ بطولات ولا هذا نجم لأنه سعره الأعلى مين بيحط قيم أو مرتبة الفنان والله ما بعرف عن جد يعني هذا السؤال شوي صعب أكيد يعني أنه هن المفروض بيعرفوا أكتر مني يعني بس أنه بحس أنا هي العملية كمان تراكمية أنه اللي أثبت حاله عبر الزمن اللي لسه الناس بتحبه لسه الناس تستنع لسه هو عنده شي جديد يقدمه وعده عملاقيه أنه عم يستمر والممثل بيعرف الممثل الجدي اللي عنده عن جد مشروع ومركز وكذا هو شغلي عم يأثبت حاله عم ينتزع مكانته بكل مكان اللي عنده عن جد لبذل الجهد الكافي لأنه هو يستمر وظل عنده احترام للشي اللي عم يقدمه وعم يحاول أنه يتجدد فيه وعم يحاول أنه يعطيه عن جدك كل شي بيقدر عليه بإدراك كامل لهو شو لازم يعمل شو ما لازم يعمل بلاقيهن إلى حد ما عم تكون الحياة منصفة معهن عم تكونوا موجودين كل الوقت بتتمنى ترجع تعمل بطولة مطلقة؟ عملتها هلا بتركيا بتسعين حلقة اللي ساوينا كمسلسل محلي مسلسل محلي أنه هي معنو الهدف بالتحديد أن البطولة المنطلقة بس أنه إذا كان موجود وكان في دور فعلا أنا هيك يعني حس حالي رح عامل فيه شي حلو والتركيبة كانت حلوة أكيد ليش لا؟ ومسلسل التركي؟ مسلسل التركي نحنا عملنا نوع مختلف عن الأعمال اللي تعربت كنت أنا بمسلسل اسمه في الداخل أو الدخيل كانت ترجمته تغير اسمه لما بعرف شو الاسم اللي تسبت يعني تقريبا فينا نقول بطولة مطلقة بالمشاركة مع صديق ويسام فارس من لبنان وكان معنا طبعا كمان أستاذ أيمن زيدان والأستاذ فادي صباح الأستاذ طرال الجردي مداميارة صبري أسماء عديدة يعني كانوا كمان هيك أبطال معنا بالمسلسل التجربة كان صعبة كتير يعني كان هو من النوع الأكشن فيه كتير كان مشاهد قتال وسيارات وقفز غير المسلسلات التركية المعربة اللي هلأ نحن عم تابعينا فهو حالة جدا مختلفة عن كل شيء شفنا عمال تركية معربة تسعين حلقا تسعين حلقا هذا بيّن أمتى رحين عرض إن شاء الله بشهر تسعة بشهر التاسع عملية الالتفاف على المسلسل التركي عند الجهور يعني الناس عم تحضر وخاصة لما يكون تركي معرب شو بتفسرها لأن المسلسلات أريدي نجحت ببلد كتير صعب تنجح فيه يعني تركيا طلعت بلد عملاق الصناعة فيها كمان عملاقة يعني أنت بتشوف عم يتصور يعني كمية هائلة كسلم هالإيدين فالمسلسلات اللي عم تنجح هنيك بالضرورة لأنه هنن عاملين منيح هنن هنيك محترفين يعني هنن أقدم استوديوهات بالعالم يمكن موجودة بتركيا صناعة كتير قديمة العاملين بهاي الصناعة كمان كتير قدام فهنن أنا شفتهم محترفين وقالهم طريقة خاصة وقالهم طريقة ناشحة نجحت يعني أعمال التركية بتنعرض مو بس بتركيا ومو بس ببلادنا بتنعرض بأوكرانيا وبروسيا وبتترجم لكثير وبتتدبلج بكثير وناشحة فهن بالضرورة لأنه عرفانين يشتغلوها يعني هنن عم يشتغلوا بطريقة صحيحة لهذا النوع من المسلسلات طيب الفكرة اللي بتتاخذ عن المسلسل التركي بالشي اللي شفناه يعني أو ما يؤخذ عليه إنه بيهتموا بالجمال أكتر من مختلفة مختلفة بالمسلسل اللي انت شاركت فيها على أساس موجود هذا الشي موجود إلى حد ما بس كمان فيه اهتمام شديد بالموضوع الأكشن والحبكة والتصوير وكل هاي الأشياء يعني فأنا بس بيعرفوا يشتغلوها يعني بيعرفوا يشتغلوا هاي الشغلة كتير منيح يعني بيعرفوا يرووا الحكاية بصريا لا تكون سهلة وخفيفة لا هذا النوع من الأعمال الطويلة يعني إذا بتحضر أنت أعمال الأصيرة اللي بيساوها هنين كمان هنين عباقرة إذا بتحضر السينما تركية كمان كمان عباقرة بالموسيقى بكل شي يعني بلد عظيم فيه سينما معينة أنت بتحضر سينما كتير وبتتابع فيه سينما معينة يعني يعني أكيد أكيد هلا الأفلام الأوروبية بشكل عام كلها أنا بحب تفرج عليها وبحب أحضرها الإيرانية عظيمة لأنه ما يصل أو يعني جمهورنا بتابع نوعية خلينا ما بنا نقول الأفلام تجارية بس هي الأفلام اللي بتكون كوميرشل حتى من استوديوهات ضخمة وأسماء ضخمة بس فيه أفلام كتير بتكون مهمة منها بيشارك بمهرجانات وبياخد جوائز وبيكونوا من دول مختلفة هاي ما بتوصل لكل الناس بتوصل للمهتم بتوصل للمتابع معنا بتكون قيمتها كتير عالية عالية أكيد يعني هذا نوع من الأفلام أنا كتير بحب أشتغل فيه وبشكل عام بحب أشتغل بالسينما يعني بحب أشتغل بالسينما وبالمسرح كمان أكتر بكتير يعني حتى بالأفلام بحب المسرح أكتر من السينما يعني ما بعرف أديش فيني فاضل أكتر أو ما أكتر بس طبعا كتير بحب اشتغل بالمسرح كتير يعني هيك مشتاة حتى ان يرجع اشتغل في تجربة ممكن مرأة و يعني مسرحية عملنا جميل بوسينة مع فرقة كراكلا عرضناها بالسعودية بال2020 ورجعنا عدنا العرض بال2022 كان تجربة رائعة صراحا المسرح الغنائي الراقص مع فرقة عظيمة مثل فرقة كراكلا مع المايسترو العظيم مع الحليم كراكلا وإليسار طبعا وإيفان وكل الفريق حتى كان طرال حيدر يعني الشاعر الكبير كان معنا وأما البشوشة وكل الفريق الراقصين هدى حداد كانت معنا مثلا اختلا عملتوا مقابلة عنا بودكاست انت وونا بشوشة أما البشوشة حتى صحيح لكان لكان في صراحة كان برنامج لأم بي سي لستك هيك بالموسيقى انت مسيقي على الخفيف موسيقى على الخفيف لسا عندك هذا الشغاف بالموسيقى بتحبل الموسيقى بالتعامل هذا الأكتر شي بالنسبة لي بالحياة اللي بحسه رح يضل مستمر معي دائما تحبل الميوزيكل مثلا هل اشتغلت مسرح هذا عملت مسرحية ميوزيكل كان فيها غناء ورأس وكلشي وبحب اني كرر هاي التجربة يعني بحب اني ساوي شغلة معاصرة اكتر من هذا النوع يعني هيك عرض بصري حلو فيه موسيقى وفيه رأس وازياء وجمال وطبعا هذا نحنا كتير نفتقر له هلا بالوقت الحالي صراحة هذا من جميل جدا ان نروح نحنا الجمهوري روح يحضر هيك شغلة بعجئة مثلا الأعمال هلا المسرح عم يشتغلوه هون يعطيون العافية الجميل عم يشتغل بس ضمن امكانيات مواصفات تماما وحتى هيك يعني ذهنية معينة حلوة وكذا لكن بحاجة نحنا هيك شي يكون هيك يعني يدعو شوي للفرح ولا هيك الا الاحتفاث لا وحتى هو هو مختلف يعني هذا المسرح مختلف تماما يعني في عدة فنون تجتمع بمسرحية ميوزيكل راقصة مية بالمية في الغناء في موسيقى في العزف حتى ممكن يكون في الشاشة طبعا والإضاءة والألوان كل شي يعني هذا اللي لازم يالله ان شاء الله هيك يصير هيك شغلة سامر انت من الشباب الفنانين اللي زوجت بكير بعد مرور هاد الوقت والعيلة صارت هيك يعني خليلك أولادك قدي أمارهم صاروه راح يصير سبعة بالصيف روي الكبير وراعيا أربعة أربعة وشوي يعني سبعة وأربعة الله خليلك ياهم بعتهم ريام حلوة يا رب إن شاء الله بتقول منيحة اللي قضيت هالواجب هالمسئولية الكبيرة بفترة كتلساتني ببدايات عملي وإلا يمكن كان من الصعب علي بهذا الوقت أو بعد سنين ارجع أعمل العيلة وتفرغ شوي رغم تأصيرك أنت معترف فيها صحيح صحيح لا والله حلو السؤال يعني مشكور عليه إنه لا صح يعني أنا مع أنه الواحد يعمل يعني يركز يعطي موضوع العيلة على وقت أبكر بشوي وأولوية شوي يعني لأنه الحقيقة تعمل لك هي المساحة الأمان وجوهر الحياة إذا بدك يعني الأساس يعني الله يطعم كل مشتهي طبعا يعني بعرف إنه كمان الظروف ما بتكون مساعدة وخصوصي بأيامنا وبيوضعنا الحالي للي عنده رغبة بس الحقيقة لا الحمد للرب العالمين أنا هيك نحظ يعني الله توفقد فيها هي الشغلة من أحلى الأشياء المساوية يعني هي الشغلة بتعمل لك توازن إلى حد كتير كبير بس صير الأمور بالحياة هيك أوضح بالنسبة لك أكتر بكتير فهذا هيك بيخليك يعني دائما عم تحاول تكون أفضل وعم تعمل الأحسن في تركيز كمان يعني في تركيز أكتر على الفن لأنه في خلاص في أساس والعيلة صار موجود وبالتالي بتعطي الفن كمان هلا هو لا بيأخد 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 أكتر بصراحة بوقتك بيأخدها هو الوقت أكيد بيأخدها بس بس ولو لا تركيز على شغلك بشكل طبيعي وكل شي وهيك بس يعني عرفان ليش عم تشتغل على شو بتتفقوا على شو بتختلفوا أنت ومايا أو بشو بتتفقوا ما منتفق على شي وبنختلف على كل شي أمورنا تمام والله ما بعرف يعني تختلفوا على كل شي لك لا أكيد لا لأ يعني عندكم الأراء مختلفة ما ضروري كل شي بيكونوا يعني لتالي ما منتفق على شي يعني فيه دائما هذا يعني بس الجوهري الجوهري الأساسي دائما يعني الشبه متفق عليه بس أشياء العلاقة بيأخد أنه مثلا أنا بالصيف وين أنا بحب كون وين هي بتحب تكون مثلا العلاقة مثلا بنوعية أكل معين أنا شو بحب هوية شو بتحب مثلا بس بالشي اللي العلاقة بالولاد والحياة وقراءنا الأساسية يعني الجوهرية لا هدول تقريبا متفقين عليهم كلهم كيف بتتابعك فنيا بتتابعك كمتابعة مثل الجمهور بتتابعك كزوجة ممكن تسأل تتعطي رأي بتتابعك كفناني لأنه هي أيضا فناني طبعا هي فناني بأي صيغة بتتابعك طبعا بالنسبة إلي هي شريكة يعني بأي نجاح أنا عم ساوي بالحياة هي شريكة في من زمان من وقت اللي كنت أنا بالمعهد يعني أنه أكيد في كتير شغلات أنا صارت معي وتشزبت يعني هيك وتزبطت بسبب وجود مايا بحياتي يعني مايا رأيها كتير صارم وكتير حدي وما بتجامل وبالنسبة إلي يعني نحنا الشي اللي عم نساوي أنا دائما بقول إنه نحنا اللي عم نساوي لأنه إذا أنت ما كان بالبيت عندك الوضع مريح وفيه وتفهم ومشاركة بالشي الإبداعي اللي أنت بتشتغله يعني أنت تشتغل المجال الإبداعي رح يكون فيه شي ناقص فيه فأنا صراحة دائما برجع لجزء كتير كبير من هذا النجاح اللي عم نساوي بأنه هي دائما الشريكة عم تكون فيه هي بتقرأ معي النصوص وقت اللي بيجوني تعطي رأيها دائما بكل شي ورأيها دائما يعني هيك سادة وصريح وأحيانا ممكن يكون حدي بس أنا بحب هاي الحدية فيه وأنت بشو بتدعمه بحاول قدر الإمكان باللي فيني عليه يعني ما بعرف أنا ما فيني أقول هذا تسأله إلي يعني بس أنه أكيد هي علاقة متبادلة يعني نحنا الشركاء يعني بكل شي خليكم لبعض بخلي لك عيلتك تسلام وأنا سعيد بتواجدك معي يوم شرفتني وإن شاء الله دائما مستقبلك وأنت عامل هالنجومية والنجاح خليلي إياك يا باصل أنا سعيد أني أنا كمان هيك ظهرت معك بعد أدي صار ماريشي سبعة سنين سبعة سنين بدي هنيك على النجاح المستمر الدائم بدي أشكركم جميعا شرفت وعن جدا هيك استمتعت ومرأة الوقت هيك بسلعة شكرا لحضورك المختار مع باس المحرز إعداد ريم سليمان جعفر مشهدية وفاء الحداد علاقات عامة آلاء عدرة سوشال ميديا هيثم صالحة نظير تيرو موسيقى يحيى جانو الهوية البصرية ليمونتري ندين الهبل إخراج آية أحمد المختار من الأحد إلى الأربعاء الثالث عصرا عبر المدينة أفأم وتلفزيون الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر